السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناتكم فهم الفكرة الميزة الثانية ملخصك الأسبوعي أصبح متوفرا جميع الفيديوهات السابقة ستجدونها في نهاية شاشة الفيديو إذن هذه الميزة الجديدة ما مفادها إليك المحتوى الذي حملته في الأسبوع الماضي هناك مجموعات من الفيديوهات قمت بنشرها على قناتي وكانت بشكل مستمر دون انقطع وكان حوالي ثلاثة وثلاثون فيديو طويل وفيديو واحد شورتس ومشاركة واحدة على المنتدى فماذا حصل؟ هذا الوضع أدى إلى ظهور ألفين وتسعمائة ألف مشاهد فردي لقناتي مفهوم؟ وقد جذبت أربعون مشتركا جديدا إلى القناة هذا خاص كما قلنا بالملخص الأسبوعي من 6 ماي إلى 12 ماي طبعا أنت مع الوقت دائما ستبدأ في مراقبة قناتك من خلال هذه الميزة ستجد الجديد المستمر مع قناتك دائما هناك تحديثات لإحصاءات القناة طبعا هذه الميزة كما قلنا خاصة بإحصاءات القناة في تطبيق ستوديو اليوتيوب من الهاتف الآن هناك هذه المميزات التي دعت المستخدم على العثور على قناتك إذن عثر المستخدمون على قناتك من عمليات البحث هذه عبر أولا فوتو لاب قمت بشرح تطبيق فوتو لاب الخاص بالصور وإضافة المميزة فهذا الفيديو أو هذا الموضوع أو هذا التطبيق الذي تحدثت عنه كان في الرتبة الأولى حيث أني تحدثت بالتفصيل عنه فيمكن هنا في هذه الحالة أن أعيد الكرة لأتحدث عن هذا التطبيق وأكيد أنه سينجح في الرتبة الثانية أيضا فوتو لاب نفس الشيء شرحته بميزتين الأول كتبته باسم إنجليزي والثاني كتبته باسم عربي فكما تلاحظون هذا التطبيق يلقى رواجا كبيرا فبالتالي هنا أستطيع أن أتحدث عنه وسيثري قناتي ومحتوها الميزة الثالثة أو الموضوع الثالث هو أني تحدثت عن تطبيق يعني يوتيوب بدون إعلان التطبيق يوتيوب ولكن يظهر الفيديو بدون إعلانات فأيضا الجمهور بدأ يبحث عن هذا التطبيق إذن هذه الفيديوهات ما يبحث عنها الجمهور وبالتالي هنا عرفت يعني المواضيع التي يحبها جمهوري فبالتالي علي أن أثر قناتي بمثل هذه المواضيع أو ما يشابهها المحتوى الذي شاهده الجمهور كما قلنا ها هو الآن في فيديوهات أخرى الفيديو الأول دائما طريقة تركيب الصور بتطبيق فوتو لاب ويمكن أن أتحدث عن هذا الفيديو بطريقة أخرى وأكيد أنه سينجح وهذا أول فيديو لاقى شهرة على قناتي وبمشاهدات عالية جدا الفيديو الثاني كان حول طريقة تشغيل طابعة كانون بيكسما وتركيب الخراطيش والحبر وهنا كنت قد اشتريت طابعة جديدة وقمت بتوضيح طريقة تشغيلها وطريقة استخدامها وطريقة تركيب الخراطيش أو الحبر فكانت بداية موفقة لأن أعرف الجمهور كيفية التعامل مع هذه الطابعة وكان من بين ما يبحث عنه الجمهور إذن هذا الفيديو أيضا دعاني إلى أن أركز قليلا على هذه الطابعة لأثري في موضوعها الميزة الثالثة كيف أحدد شحن البطارية مثلا في هواتف سامسونج من 100% إلى 85% عندما أقوم بشحن الهاتف مثلا فبدلا من أن تصل إلى 100% أدعوها تقف عند الحد 85% وبهذه الطريقة أحافظ على البطارية الخاصة بجهازي لأن هناك ضوارات أثناء اكتمال عملية الشحن سبق وأن شرحت هذا الموضوع يمكنكم أن تطلعوا عليه وتستفيدوا منه إذن المواضيع هنا يتم اقتراحها من قبل اليوتيوب وتعرفك محتوى الجمهور أو ما يحبه الجمهور أو ما يبحث عنه الجمهور وأنت هنا يمكنك أن تقوم بإعادة نشر هذا المحتوى بطريقة جديدة وكأنه محتوى جديد وهذا سيساعد على انتشار قناتك وعلى انتشار المحتوى الذي تقدمه هنا لم يشاهد المستخدمون الفيديو فحسب بل تفاعلوا معه أيضا إذن هذه الفيديوهات التي لقت نجاحا أدت إلى ظهور 325 معجب و78 مشاركة و205 تعليق فبالتالي هذه الأمور تساعدك على معرفة إحصاءات قناتك ستكون على الطلاع واسع بمحتوى قناتك صراحة هذه الميزات الأربع أعجبتني كثيرا لأنها فعلا تساعدك على معرفة إحصاءات قناتك بشكل كبير جدا بكثير جدا مما كان في تطبيق استوديو اليوتيوب السابق تطبيق الأول كان جدا ناقص لكن مع التحديثات الجديدة هذه التي توفرت في تطبيق استوديو اليوتيوب اختلف الوضع كثيرا إذن الآن أصبح منشئ المحتوى مطلع على كل التفاصيل وصراحة أرى هذه الميزة فقط من خلال الهاتف أكثر فائدة مما هي على الكمبيوتر يحب ذا لو يتم وضع هذه الميزات في استوديو اليوتيوب من الكمبيوتر حتى يتم تباينها أكثر إذن هذه لحد الساعة متوفرة في الهاتف مستقبلا ربما مع الوقت من مشاهدة هذا الفيديو من هذا اليوم إلى الأيام القادمة لربما ستحدث تحديثات جديدة فنحن نتحدث عن هذا الأمر فيما يخص وقتنا الحالي من نشر الفيديو بعد ذلك قال لنلعب معا ما هو الفيديو الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في الأسبوع الماضي هو قد أخبرك مسبقا لو تتذكر هنا سنعود إلى الخلف الرتبة الأولى والثانية والثالثة الأولى طريقة تركيب الصور والثانية الطابعة والثالثة البطارية فهنا قام بمسج الفيديوهات يعني قام ببدل ما كانت مرتبة قام بدمجها مع بعض البعض يعني الرتبة الأولى أصبحت الثانية والثانية والثالثة الأولى وهكذا فأكيد أنت ستجيب على الثاني بهذا الشكل والإجابة صحيحة حصد هذا الفيديو 483 مشاهدة في الأسبوع الماضي إذن هنا يعني يدعوك إلى التعرف أكثر على محتوى قناتك وهنا إعادة التحقق في الأسبوع المقبل سواء كنت تخطط للمحتوى أو تنشئه أو تأخذ قسطا من الراحة نتمنى لك أسبوعا جيدا إذن هنا ستضغط تم وبالتالي تم التعرف على الميزة الثانية إن أعجبكم الموضوع اضغطوا على زر اللايك اشتركوا في القناة إن لم تكنوا مشتركين وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم الجديد دائما من قناتكم فهم الفكرة سنوفر لكم الميزة الثالثة ولكن قبل أن تنهوا هذا الفيديو لا تنسوا أن تتركوا تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو فهي تهمنا كثيرا دمتم بيوت ترجمة نانسي قنقر